في إقليم كردستان تنخفض الإصابات بفيروس كورونا بشكل واضح لكن هذا الانخفاض لم يكن مدعاة لتخفيف قيود الإجراءات الصحية إذ ما زالت الصحة هنا ترى أن الفيروس ما زال يشكل خطرا على حياة السكان وبينما تشدد الصحة الإجراءات تطلق حملة للقاح كبار السن في المدينة لقاح ضد الإنفلوانز الموسمية هذا اللقاح موسمية كل سنة ننطيل لفئات عمرية مستهدفة اللي هم كبار السن وهذه السنة كلش مهمة ننطيل اللقاح هذا للناس لأن مرض كورونا بتعرف أسنى موجود في كل العالم أي واحد يقدر يروح يأخذها ننطيل كوادر الصحية كلهم نطيناهم في المستشفيات والمراكز الصحية لأن هذولا أول الناس يتعرضون للناس اللي يجون مراكز الصحية يعدهم أمراض وأفلوانزة حتى ما ينصابون ودانيا كبار السن وثالثا الأمراض المزملة اللي قتلك عليه والنساء الحوامل والأطفال هذولا كلهم يقدرون يأخذون اللقاح هذا اللقاح ينطي من عمر ستة أشهر وأكبر لقايا خير من العاج أنت ليش تروح تعالج نفسك ليش ما تتقي نفسك من الأمراض فكل الوقايات حتى بالبيئة تتقي نفسك يعني مشرط إلى اللقاح هنا تتقي نفسك من البرد من الأمراض من التباعد الاجتماعي كل الحالات من الزيانات وتنتظر وزارة الصحة في إقليم كردستان وصول اللقاح الخاص بفيروس كورونا الذي أعلنت عنه الحكومة العراقية عن قرب وصوله إلى العراق وتعتزم صحة الإقليم تحديد المنافذ والفئات العمرية التي ستتلقى اللقاح أولا لقاح الكورونا يعني على مستوى العراق حكومة العراقية عن طريق وزارة الصحة متعقاء عقدة يعني يمسوي عقد بشركة بايزر بشراء مليون ونص جرأة من لقاح الفايزر وذلك إذا وصل راح يوزعوه على المحافظات حسب عدد السكان الموجودة في المحافظات كردستان وزارة الصحة مشكلة لجنة عليا لتفاوض مع شركات المنتجة للقاحات اللي موجودة حاليا معترفة بيها دوليا حتى نحاول إذا نشتري النقص اللي يصير عندنا وبلغ عديد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان منذ بدء تفشي الفيروس وحتى الآن أكثر من مائة ألف إصابة فيما بلغ عدد الوفايات أكثر من ثلاثة ألاف لزاقروس تيفي مصطفى سلمان أربيل